أقول لي إخواني وخاصة من من يقومون باللايبات أيضاً أن يرفعوا معنويات الناس وأن لا يدخلوا في إضعاف الروح المعنوية لشعب جزائري يكفي ما تقوم بالدياريس وأذنابها وأذوابها ومن بين الأشياء التي تضعف أحياناً المعنويات هي هذه الخصومات والتنابز والتخاصم والتعارك على شيء يسوأ أو ما يسوأش ومرة أخرى أذكر بعد أن أصر علي كثير من الأحرار أذكر بأننا ضد هذه الخصومات التي لا تأتي بنتيجة إنما تضعف الحرك أو على الأقل تزعج الحرك الحرك سينتصر بنا أو بغيرنا بكم أو بغيركم سينتصر الشعب الجزائري بإذن الله ومن هنا أدعو مرة أخرى أن يتوقف الناس عن التخاصم وعن التنابز وعن التسارع وعن الهجومات على بعضهم البعض إذا كانوا فعلاً أحرار إذا كانوا فعلاً يريدون نهضة شعب الجزائري إذا كانوا فعلاً يريدون أن ترحل هذه العصابات أما المتلاعبين والخبثاء فإن الأيام ستفضحهم وستكشفهم وأنصح إخواني الأحرار أن لا يدخلوا في لعب هؤلاء سواء كانوا ظاهرين أو غير ظاهرين أنصح الجميع ونفسي معكم بأن نركز على معركتنا الرئيسية على أن نساهم ونحن فقط نساهم باعتبار جزء من هذا الشعب سواء كنا في الداخل أو في الخارج نساهم في تحرير الوطن نساهم في تحرير البلاد نساهم في استرجاع الشعب الجزائري لاستقلاله وكرامته التي دنستها المافيا العسكرية وتواضعوا إخواني تواضعوا فإن الله يحب المتواضعين إذا كنا مؤمنين بالله وقد مدح في قرآن كريم يقرأ إلى يوم الدين ومدح في أحاديث شريفة نطق بها الذي لا ينطق عن الهوى ومدح أولئك الذين يتواضعون ولا يتكبرون ولا يراءون ولا يعجبون بأنفسهم إنما ينكرون أنفسهم ويضحون من أجل الوطن حقا وحقيقة وهذا المدح ينطبق علينا إذا كنا فعلا نستاهل أو ينطبق الذم علينا فلقد ذم القرآن الكريم المتكبرون والمراءون والمعجبون بأنفسهم والذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا والذين يزكون أنفسهم إذن علينا جميعا أن نتواضع وأن نضع أهم معركة أمام أعيننا وهي معركة الإطاحة بالمخابرات الإرهابية والمافيا العسكرية لكي يتحرر الجيش الأسير والوطن الأسير والبلد الأسير والشعب الأسير عند المافيا العسكرية عندما تسقط المافيا العسكرية وتقوم بدايات الدولة المدنية الناس أحرار في التعبير عن رأيهم شرطة أن لا يهاجموا وأن لا يكذبوا وأن لا يخادعوا ويومها بإذن الله يكون القضاء العادل والإعلام المستقل والمجتمع الحر أنصح إخواني جميعا وخاصة أن كثير من الحرائر والأحرار أصروا علي أن أتحدث مرة أخرى في الموضوع وقد تحدثت منه قبل مرات عديدة أن معركتنا أخلاقية وأن لن تقوم لنا قائمة إذا لم تكن لنا أخلاق وأن الدسائس والحيل والتلاعب والخبث ينتهي به الأمر لن يكشف ويفضح خاصة في هذا الزمن معركتنا أخلاقية ويجب أن تبقى أخلاقية وهذا طبعا يزعج الذين لا أخلاق لهم ولكني أصر من هنا على كل الأحرار على كل المحسوبين على الحراك أن يأخذوا هذا بعين الاعتبار وأن يعرفوا أنه بدون أخلاق لن نذهب بعيدا وأن المعركة هي معركة مع المخابرات الإرهابية والمافيا العسكرية وليست معارك هامشية وجانبية